عندما يتعلم أرد الكذبة الكبرى التي قيلت له لمدة خمس سنوات ينهار عالمه وضميره لا يسمح له بإخفاء هذه الحقيقة عن بهار لقد حان الوقت لإفسون لتوديع أبنتها نوران يتعرض بهار لتهديد سيفي الذي جاء من سينوب مع فيغن ليس من السهل التخلص من هذا الرجل المجنون وإعادة حياتهم إلى طبيعتها وبعد سنوات عديدة أصبح أتيش أخيرا على بعد أمتار قليلة من كنان ولكن لكي يصل إليه عليه أن يمر عبر رجال كنان المسلحين يتعين على أتيش أن يتخذ كل خطوة من خلال حسابها بحكمة في هذه الأثناء تمثل عودة محمد أمير بداية حقبة جديدة تماما للأطاهاني بينما تكون إفسون مستعدة للمخاطرة بكل شيء حتى لا تتخلى عن نوران فإن خطوة بهار تقترب خطوة أخرى من الحقيقة بشأن زهال تضع إفسون في مأزق بهار على بعد خطوة واحدة من كل الحقيقة من ناحية أخرى تخاطر إفسون بكل شيء لتجنب خسارة نوران ومع ذلك فإن رفض السلطان تقديم تنازلات في مواجهة تهديد زهال المفتوح يزعج جميع خطط إفسون يبدو أن القدر قد قرر جمع بهار وابنتها معا ليس أمام إفسون خيار سوى العودة إلى إسطنبولا لكن الذهاب إلى إسطنبولا يعني تقريبا نوران من والدها أتيس أزداد ذعر إفسون كثيرا لدرجة أن الخطأ الحتمية يأتي أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نوران في هذه الأثناء كل خطوة في لعبة أتيش الانتقامية تجبر كنان على الخروج من مخبئه يتردد صد صوت أتيش في أذان الجميع واحدا تلو الآخر سيتم معاقبة الجميع الجميع لقد غير الزمن الجميع وكسرهم إلى قطع لدى إفسون الآن كل ما تريده لديها أموال أكثر مما تستطيع إنفاقه وعلامة تجارية متنامية وناجحة للمنسوجات وزوج وسين والأهم من ذلك أن لديها ابنة جميلة نوران الصغيرة هي سبب عيشه ولكن في يوم من الأيام ستفتح الأبواب الحديدية لسجن سينوب ببطء حرية بهار هي بداية أسوأ كوابي سي إفسون ظل أولئك الذين يحاولون الاستفادة من مخاوفه يخيم عليهم في جميع الأوقات وعلى عكس إفسون فقد بهار كل شيء على مر السنين الشيء الوحيد الذي يمنحه الأمل والقوة هو القدرة على رؤية نوران التي يعتبرها ابنة أخته والقرب منها لأنه لم يعد معه عائلته ولا طفله الوحيدة ولا أتيشة وكأن النار في قاع بئر مظلم بدأ يلعب لعبة خطيرة جدا للوصول إلى كينان لعبة لا يستطيع أن يشاركها مع أحد وقد تؤدي إلى خسارة بهار إلى الأبد لكن كل الألعاب تؤدي إلى مكان واحد امرأتان وأمتان بهار وأفسون وبينهما فتاة صغيرة بريئة لا تعرف شيئا كل الأسرار كل الأكاذيب كل الحروب أكثر ما يهز حياتهم هناك سؤال واحد فقط الآن هل ستتمكن بهار من استعادة طفلها الذي سرق منها؟ بهار وأفسون على وشك نقطة تحول حاسمة ترى أفسون أن بهار مسؤول عن فقدان طفلها وتشعر بحزن شديد وبينما تنتظر بهار انتهاء القضية واتخاذ القرار بشأنها فهي أكثر من يعاني بسبب الحادثة التي مرت بها أفسون يبذل سلطان كل ما في وسعه لحل مشكلة أفسون يبدأ في تنظيم خطة من شأنها أن تجعل بهار وأفسون أعداء حتى النهاية ولكن هناك أحداث غير متوقعة لقد عاد كينان أخيرا إلى رشده وتستهلكه نار الانتقام وبينما يعاني أتهان أيضا من أنهيار كبير يشعر الجميع الآن بالقلق بشأن الثقة بهار وأفسون وأتيس وأردى بينما كل شيء يحترق ويحترق هذه النار تشتاحهم جميعا الآن أدت رغبة بهار في الاختفاء ووجود أفسون وأردى معها إلى تقريب الأختين من بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى تحمل هذه الرحلة معها تضحيات مهمة للجميع عمر طمح للعثور على بهار في وقت قصير قدره 24 ساعة سيبذل أتيش كل ما في وسعه للتخلص من عمر الذي يلاحقه والوصول إلى بهار يظهر أشخاص يريدون استغلال وضع بهار ونقاط ضعف السلطان لصالح أبناء أخيه وهذا الوضع بمثابة سبب للتفرق بين الاتهاني ستكون الرحلة التي يقوم بها بهار وإفسون بمثابة نقطة تحول مهمة في حياة الجميع وستؤدي إلى أحداث غير متوقعة هذه الأحداث التي تجعل الأخوين يقتربان من بعضهم البعض قد تؤدي إلى أحداث تنهي كل شيء من يدري يمر كل من بهار وأتيس وأفسون بنقطة تحول مهمة جدا في حياتهم يمر كل واحد منهم بنقطة تحول مهمة حيث سيتعين عليهم التنازل عن أنفسهم حتى لا يصبح الأشخاص الذين يحبونهم يكتشف أتيش أن الشخص الذي قتل عائلته أي الشخص الذي حرد عليه أديب هو كنان لكن نار الانتقام تغطي كيان أتيس بالكامل مرة أخرى وهكذا تبدأ الأحداث التي ستؤثر على حياة من يحبهم من حوله تم إطلاق النار مرتين وتردد صدى هذا الصوت في منزل عائلة أتهان من الآن فصاعدا ستكون أتيش قادرة على الوثوق بشخص واحد فقط لحماية وإنقاذ بهار والطفل الذي ستلده وهذا الشخص ليس سوى أفسون يبدأ عمر بالتحقيق في الأحداث دون إضاعة أي وقت لأن هناك جريمة قتل لم تحل ويجب حلها سكان الحي متحدون ضد الشرطة لكن السبيل الوحيد أمام بهار وأفسون هو الهروب من الآن فصاعدا الماضي يطرق الباب الضيف خلف الباب سيغير مجرى الحياة ليس فقط لسلطان وأفس بل لكل من في الحي يقوم عمر عزيز الرئيس الجديد لمكتب جرائم القتل بفحص الملفات السابقة الخاصة بإفسون جميع الأحداث الاسترجاعية التي كان يعتقد أنه تم التستر عليها على وشك الكشف عنها مرة أخرى وذلك بفضل عمر عزيز نظرا لأن عمر زعيم شجاع جدا ولا يعرف الخوف تتنبأ أفسون بشكل أو بآخر بالمشاكل التي سيسببها لها هذا الوضع لم يتبقى لأفسون أي شيء لتجد الروح المعنوية بخلاف علاقة حبها مع أردى والطفل الذي ستلده تواصل أفسون وبهار سعادتهما بإنجاب طفل معا لكن فرحة بهار تنقطع بسبب ردة فعل طيفون يحاول أتيش كل ما في وسعه لإنقاذ والده من السجن لكن كفاحه سيجعله يواجه بعض المواقف التي ستسقطه ويستمر الخطر بإنجابه